السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنتكلم عن ميزة من مزايا التجارة الالكترونية او الشراء من المواقع الالكترونية والميزة ديت هي ان بيكون عندك الفرصة ان انت ترجع المنتج اللي انت اشتريته في فترة سماح خلال اربعتاشر يوم مدود في حالة ان انت مثلا المنتج ما كانش مطابق للوصف او ما كانش اه اصلي او ان انت ما بقاش عندك الرغبة ان انت تحتفظ بالمنتج اي سبب من الاسباب تقدر ترجع عشان المنتج وكمان هتسترد فلوسك وطبعا المواقع اللي احنا بنتعامل معها سواء نون او سوق او جوميا التلاتة مواقع اه مشهود لها بالمصداقية في النقطة وبعد ما بترجع المنتج بتسترد فلوسك اه على حسابك في الموقع وبعد كده ممكن تقدر تطلب ان انت ترجعه لحسابك البنكي او ان انت تستخدم الرسيد دوت في شراء من الموقع مرة تانية كنت شرحت قبل كده طريقة الارجاع على موقع نون فانا كنت عملت من موقع سوق في احنا حاليا هنعمل تجربة ارجاع افتراضية عشان خاطري احنا غطينا موضوع الشراء من موقع سوق من كل الجوانب ازاي تطلب اردر وازاي تشتري بالتقسيط وكمان حبيت ان انت ترجع منتج لكن في نقطة الارجاع ديات عايز اتكلم في حاجة ان خلينا دايما لما نيجي نرجع المنتج يكون عندنا مصداقية يعني ما تخليش مسلا المنتج ووصل ليك سليم وشغال واصلي وكل الصفات بتاعته مظبوطة ويحصل منك انت سوق استخدام فتقول ارجعه ادام لسه قدامي فترة الاربعتاشر يوم ممتدة ياريت يا جماعة يكون في مصداقية في التعامل لان اه التاجر اللي انا اشتريت منه المنتج دوت المنتج دوت وقف عليه بتكلفة انا مشترك في جروب التجار وبلاقي شكاوى كتير منهم ان في بعض العملاء استلموا المنتجات سليمة ورجعوها متكسرة او رجعوها بمنتجات اه غير اللي اتبعتت اصلا فياريت يكون عندنا صفة الامانة في التعامل اه مع المواقع التجارية وما نستغلش الميزة دية استغلال سيء تعالوا نتابع مع بعض ازاي هنعمل عملية الارجاع عشان نبدأ عملية ارجاع المنتجات بنروح اول حاجة طبعا لموقع سوق وبعد كده بروح لمشترياتي هنا هيزهر لي المنتجات اللي انا اشتريتها وحيكون قدامي فترة سماح اربعتاشر يوم اقدر ارجع فيهم المنتجات هقوم ضغط على قم بارجاع السلعة وبعد كده هختار انا عايز ارجع كل السلعة او جزء منها فانا هحدد مسلا واحد من الباوربانك دول وهختار هنا سبب الارجاع هنا دية كل اسباب اللي انت ممكن تختار ترجع السلعة عشانها لو انت طلبت السلعة باللون والحجم او الموديل الخطأ لم تعجبني السلعة ولا ارغب بالاحتفاظ بها ان الباقع مسلا يكون ارسل السلعة بلون او حجم وموديل مختلف السلعة غير متوافقة مع معايير الدولة كل دي اسباب تقدر تختار منها اللي يناسبك في جميع الحالات هيبلو الارجاع بتاعك ومن هنا تقدر تختار عنوان ارجاع وطبعا اختار العنوان الاقرب لك عشان يوصلولك بسرعة وبعد كده بتضغط وفي خلال فترة ما تزدش عن اسبوع هيكون مندوب شركة سوق موجودة عندك وهياخد منك السلعة وبعدها بكم يوم هتبدأ تنزل الفلوس اللي انت دفعتها في حسابك في سوق دوت كوم عايزة نوه لنقطة ان موقع سوق دوت كوم يعتبر هو افضل موقع في ارجاع المنتجات وده هنلاحظه من خلال لما نروح لموقع نون انا هنا طالب شوية منتجات هتلاحز ان معظم المنتجات لا يمكن استبدال او ارجاع هذا المنتج لا يمكن استبدال لا يمكن استبدال كلها اه يعني اغلب المنتجات في نون ما بتقبلش الارجاع وده حاجة تحسب لموقع سوق دوت كوم انك بتقدر تشتري منه وانت متطمن لكن برضو هناك في اه في موقع نون في كتير برضو سلع بتقبل الارجاع ده كان فيديو النهاردة عن كيفية ارجاع المنتجات في موقع سوق دوت كوم اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وقول لي رأيك في الكومنتات او استفسارك وان شاء الله ارد عليك في اقرب فرصة شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته